جددت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تأكيدها أن قوات الولايات المتحدة موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية أكدت نائب المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينك أن واشنطن ترحب بوقف الهجمات ضد قواتها في العراق وسوريا أن قوات الأمن العراقية الشريك المهم أن تدد داعش مزال موجودا في المنطقة حتى لو انخفض أشرت إلى أن المحادثات مع حكومة بغداد مستمرة لتغيير مهمة القوات الأمريكية ولكنها لا تتضمن الانسحاب من العراق وضيفة أن واشنطن على علم تام بأن إيران تدعم الحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى في العراق وسوريا